هانا يا للا غير سجلي عندك هاد الفيديو اكيد غا توقفي على هاد الحشوة غادي نحضر معك بريوات بحشوة بنينة اكتر ما كتصوري هاد الحشوة هادي بمضاق الحوت ولكن بلا حوت تعمرو بها البريوات البسيطلات المملحات اللي بغيتو كتجي حشوة بنينة بساث ساهلة في التحضير اقتصادية بمضاق الحوت ولكن بلا حوت مع طريقة الاحتفاظ سواء اندرتو بسيطلات او بريوات تبعو نفس طريقة الاحتفاظ وصدقوني كي بقول اطول مدى بحلي الله حضرتو هم ترين غادي نحتاجو لتتبيل ربعا دي الفصوص ديال التوم جوج معالق كبار ديال قصبورو معدنوس بالنسبة لي انا دائما قصبورو معدنوس كاننكون مقطعه و محتفاص بها كاك فقريعة مع الزيت طريقة اسباق لاختيارين الذائ relevant لانستغنوا الو اطلاق اختيارى من الملح والفل فلفل و Learn how to execute it when you buy اختلاق سابق شوحتمون بالتوابال الذائجين يتبعون التوابل والاستغنوع c� Pare must serve it when supplies toqs idolol1وس هم جيدا وظهور تبعو الناس audioyn e subscribe. وعندي عاصر حمضة اذا كان الحمض في الماره غير نصف حمضة تقدروا تكتافي بها وعندما تشعروا بمضاق الحمض انا جانين مضاق الحمض باين كي يجيوا بنانين بزاف عملت مع القديا الهريسة وعندي مع القديا اللاموطرد عندي هذا اللاموطرد هذا الحبيبة يكون بنين واعر حسن من اللاموطرد يكون مضحون ويبقى اختيار يتاوي لما كان متوفر لا تعملوه شيء اذا ما تخلطت لكم شيء تزيدوا شوية زيت باش هكا تتخلطوا تنساجم بالنسبة لي انا غير ذكر القصبر ومعد نوس كان عندي فيه الزيت مع العاصر الحمض اتخلط لي كيف لاحطت انقصت واحد جوج معالك كبار من التتبيلة غادي نخليهم على جانب وضفت هنا تقريبا نصف كيلو ديال صدر ديال الجاج انا عملت تجاجة كبيرة صدر دياله كامل وقطعتها كشرائح باش يجيني تجاج شرائح دياله بايني كان غطيه بالسلو فنخليه يتشرب شحال ما تشرب من زيان بالنسبة لي انا خليتون نصف ساعة عندي هنا الشعرية الصينية ثلاثة ديال المرسويات ملتم في المطايب مع شوية ديال الملحة يتسلقوا وفي ميقلات غادي نشحر جوج حبه ديال الفلفل وجوج حبه ديال الباصل مع شوية ديال الزيت حتى تشحروا وصبحوا هكذا بلي وضيفتهم مع القم تتبيلة اللي نقصنا من بعد كان شحرهم مزيان وتنضيف الشعرية ديال الارض او الشعرية الصينية اللي كان كون استقطرتها مزيان وقطعتها صغيرة صغيرة بالمقص وتنضيف لها التتبيلة اللي بقات ونرجعها فوق النار باش هكا نشحرها باش يمشي من نادك الماء وضيفت هنا خمسة ديال القطاع ديال الفرماج ديال الصندويش اذا كان عندكم فرماج موزاريلا ممكن تعملوا فرماج موزاريلا انا كان عندي متوفر الفرماج ديال الصندويش وعارفة انه متوفر عند الجاميع وفي اي بلاسة كيتباع فعملتوا كيجيزون ويخلي الشعرية تتعلق وضيفت معي القا صغيرة ديال الزعتر غادي نحيت الشعرية تبرد وهنايا في مقيلة وضعت معي القا ديال الزبدة او الازيت اللي كان متوفر وكان عمل صدر ديال الدجاج اللي ما خليجوش بزفانة غير نص ساعة لموجودت تشحروا لي الخضر ونرجعنا نشحروا هكا مزيان ونخليواش تيتحرق غير هكا كي يطيب ويتحمر به هات الشكل بمجرد ما كتشوفو هكا نشف سافيك تطفيو عليه دا بتقدرو تخليوها هكا قطع كبار او لا تدوزو عليه وتقطعوه رقيق رقيق ومن الاحسن تقطعوه رقيق رقيق باش يجيها كم مزع وعندكم الاختيار تقدرو تخلطوا تجاج مع الشعرية وتقدرو تخليو الشعرية بوحدها وانا غادي نخلي شعرية بوحدها باش غادي نشكلوا البريوات ديالنا عندي هنا الزيت وضعت معها شوية ديال الفلفل الاحمر اي التحميرا او البابريكا كنخلطوه مزيان خليو على جانب وتلطيق باش غادي لصق عندي تجاج مع الكبار ديال دقيق شوية ديال الفلفل الاحمر وغادي نخلط مزيان هالتلصيقة هدي كتجي اقتصادية كتلصق مزيان وزع ما اللي مكي بغيش البيض هدي راها مزيانة صافي كنعمل مع تحين التحمير الماء ونخلط مزيان وهدي باش غادي نلصق هدي كنلصق بها البسيطلات وكنلصق بها البريوات كنلصق بها اي حاجة تجاجيني انا اقتصادية لاني نخلط بيضة صافي عندي هنا نصف كيلو ديال الورقة غادي نخدم معاكم غير بنصف كيلو نصف كيلو ديال الورقة كبيرة اذا كانت ورقة صغيرة را بطبيعة الحال غادي نضيف بزاف ديال الورقة ونجيو بريوات كتر حيث يجو صغار انا خدمت بالورقة كبيرة ونجد بريوات كبارة وراء الحشوة اللي عطيتكم ما شاء الله كمية كتيرة زعمة ما شاء الله ووافية يعني واحد الكيمية اللي تخرج لكم خير ربي ديال الورقة سوف نفكها بحال هكا وغادي نخدم ثلاثة الورقات بثلاثة الورقة سوف نضيف هكا الورقات على بعضهم تقدروا تحطوهم كاملين تقطعوهم في نفس الوقت هكا ونقسم الورقة ديالي في النصف داك الجواني بيدشوهم ناشفين ديال الورقات هم كتحيدوهم والورقة منين كنقسموها كنقسموها كنغطوها بالبلاستيك حيث الورقة يبقات بالاغطة كتنشف واذا نشفت غدق الساح والبريوات ولا البسطلات ولا اللي عملتو بها لا يجب شيء منين كنطلق نصف ديال الورقة ديالي بهذه الشكل وكنطوي وحطو معي بحلال الورقة ديال الجانب اللي اذا قطعناه غير غايضة اللهم ما كنطويوها بحلالها كوكي تجي البريوات ديالنا ملبسة مزيان تنوضع هنا يالحوشوة ديال الشعرية وكنوضع قطع من الجير وتلوي البريوات ديالي بهذه الشكل صافيت ديال الجانب اللي كيبقى اما تتقطعوه او لا تدخلوه مع ديال الطوية الاخيرة وتتلبسو بالخاليط ديال الدقيق والتحمير اللي خلطناه بالماء تلبسوا مزيان تجي البريوات ما انقللكم شي وهكا لبسوهم تخليوش داكا دقيق هكا بشي بلاسام كتر وحاجه واحده داكا الخاليط ديال الدقيق ومعا داكا تحميرا ومي كنزيدوه الماء ما كيكونش يخفيف وما كيكونش قاسح وكنخلطوهم مزيان باش تيجي هكا عاقد ومنين كنلبسو به كننحاولو نسرحوه باش كي يجيب حال الورقة تماما هنا تنطلق الوريقات ديالي تنطويهم تندهنهم بالخاليط ديال الزيت وتنوضع الحشوه الحشوه بطبيعة الحال انتم كديرو الكيميه اللي مناسبة لكم تقدروا تكتروا من شعرية تقدروا تكتروا من جاج على حساب المستطع انا كنحاول نجيب ليكم اشياء اللي في المتناول ديال الجامع تحط ليكم ما شاء الله كيميه وافيره تكون بنينا اللي داقها يسألكم على السر ديال هاره ما جت بالكترة ديال الجاج ما جت بالكترة ديال اللحوس اللي بنا دائما في الاشياء اللي كنحضروا بسيطة فهنا يا سرحت هكالورقة وطويتها بهذا الشكل ما شاء الله عملت هنا يوقلي شي ثمانية وصافي وتنوضع الشعرية وتنوضع الجاج وتنمونطي بالنسبة هنا تقدروا تزيدوا الفرماج انا الفرماج اللي عملت ديالت صندويش في الشعرية را كي يعطي التاليكة ويعطي البنا ما يحتاجوش تزيدوا الموت زاريلا هذه البريوات لا تنزج فيهم الفرماج صدقوني كي يجيوا واعري لبنا ما نقول لكم شي شعرية في واحد تاليكة كدجاج البنا دياله را كدشي خاطيرا نتمنى ان شاء الله تجربوهم را ما نقول لكم شي شحال واعري صافي هنا كندهان غير بالزيت وتنبدأ نتلط البريوات ديالي وكننضعهم من بعد كنرجع اللمطهم بطحين اللي عندي مخلط ودابل لكم هاكا شي زوائد كتير بقت لكم في الورقة كتحيدوها هنا من بعد مما كملت الحشوة اللي اعطيتكم اعطيتني 16 ما شاء الله بحجم كبير نسرحهم هاكا في واحد صينية وغادي ندخلهم المجمد اذا كان عندكم كيميا كتيرة ديروا الطبقة اللولة والثانية انا دخلتهم المجمد جو ساعت كيكونو شدوا راسهم انا خليتهم الليلة كاملة حيث كملتهم شوية معطلة ونصفي الغدلي كنجمعهم هاكا في بواطة ولا في بلاستيك غدائي ونرجعهم المجمد كتجيني ها الطريقة هادي زوينة بزاف كيبقوا رائعين ويحتشين طيبهم من نص طيب بطبيعة الحل اي حاجة عملتوها كتكتبوها بريوات ديال الحوت هادو بريوات ديال الدجاج هادو بريوات مهمتو ما كتكتبوه صافي منين كنبغي نطيبهم مباشرة من المجمد الفرن نسخل الفرن واحد شوية وتنشو علوم الفقه من السحت بطبيعة 160 درجة لارموطة وسيطة ويجعلهم يدهبوا ويتحمروا كيكون هذا الشكل النهائد بريوات ديالنا مقرمشين بحشوة بنينا كتر ما كتصوروا ان شاء الله هادو جربتهم لا تشبعوش منهم ويهنيوكم يتحضرون على تيس اشتركوا الراحة وعباشر مبروك